ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثالثة للمجلس في دولة العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة بأعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة بعدها ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بشأن الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي أكد فيها على أن موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ وداعم لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة من أجل خير وصالح الشعوب وهو ما عبر عنه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في كلمته السامية خلال قمة القاهرة للسلام والتي عكست النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين الداعي دائما للسلام والحوار كما أشهد معالي بالحملة الوطنية البحرينية لإغاثة غزة والتي انطلاقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في إطار الحرص على الاستمرار في القيام بالواجب الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والمعاد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس الشورى اليوم كان أمامنا في السلطة التشريعية مشروع بقانون يخص نظام التأميني ضد التعطل طبعاً من نسبة إلى البحرين النظام اللي موجود فيها هي أول دولة عربية فيها هذا النظام المتكامل واللي يهدف فعلاً إلى استدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين المشروع اللي يقدم اليوم يهدف إلى بسط الرقابة التشريعية وذلك من خلال عرض التقرير المدقق من قبل الحساب في التأمينات الاجتماعية على السلطة التشريعية لاعتماده ترجمة نانسي قنقر